مددا مددا يا الله ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بإذن الله الحلقة دي استثنائية ويعني فريدة من نوعها يعني لان شايفين في الفترة الاخيرة مزوجة بين الهزبارة العبرية والهزبارة العربية وكما يحمل يعني ملف هذا الموسم بإذن الله ملف الهزبارة العبرية والهزبارة العربية دون النفس البينهما اه فشايفين في القاونة الاخيرة اه ظهر اه بعض المدعين الذين يدعون انتسابهم الى قال البيت وانهم ممهدون لحضرة سيدنا الامام المهدي وانهم من سيكشفوه وسيظهروا للعلن والله يعني هم يكشفوا الامام المهدي طبعا ويأتوا بتبوت السكينة ايضا وحيجبوه متكتف يعني ولا حيجبوه مش متكتف يهمني بس سلامته الشخصية يعني لا لا بما بقى ينص بالحديث اللي هو اما انت مددك اما انه بايعك او نضرب عنكك معناها انهم متكتف يعني المهدي بتاعهم اه اه مش طوان بقى يعني انت سيادتك بقى تقصد الهسبارة الهبلية العربية لانيا يعني حتى السهينة يعني الهسبارة بتاعتهم قول ركبة على قدم خاخهم بالعنصرية نعم اكي انما دين سميها ايه بالهبلية يعني ولا نسميها ايه بالالامة يعني تحكم وانسادة لاع دين على الكراسي وفين ووزير الاعلام يعني طبعا كان مقصودة بما فيش وزير اعلام اكي وبقى في مجلس اعلى الاعلام مالوش هي لازمة بصراحة ما عرفش بيعمل ايه على كل حال تقدل سيادتك بس يعني نبدأ بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم ثم اطرخ لسيادتك الميكروفون تقدم ما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله يا نبي الله قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا اله الا الله محمد الرسول الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله تحت امرك يا سيدي ربنا يبرك بحضرتك يا دكتور يعني احنا طبعا في هذه الحلقة سنعود الى النصوص المزيفة والتي طبعا قيل انها من كتاب يعني وطبعا تفخيم يعني اه وليس بكتاب ولا لم نجد له دار النشر ولا نجد اصلا الكتاب يعني فهي مترامية الاطراف يعني هذه النصوص اه اما في الفيسبوك او على الجوجل او على هذه الامور على المدية المدية الدجالية المدية القمية التي تخدم علي الوحدة 8000 ومتين والفراق المستعربة كما يعني حضرتك علمتنا اه فباذن الله يعني يقول النص اه ويا ويل اليهود عند خروج الموعود موعدهم السواد وطائرهم غراب كومعاد يسموهم الفتى كأسة هلاك ويفضحهم ويفضح الاطراك عندما يبزغ نجم السيزار طبعا السيزار هنا في معروفة الاسرية بتاعتهم يعني اه اه ينهادم الشرك وينهار ويتغير بكم المصار اه فيصير العرب حكماء وتنجلي حقيقة الشرفاء هو ما كانوش حكماء لا يعني الحكمة نزلت دلوقتي في ناس هتزعل يعني لا لا تبعدت لي سيادتك اه بعدت حضرتك عشان حضرتك بقى قدامك لا عشان نعرب وهنعرض للمشاهدين لا نعرب مش نعرض واس نعربه يعني نتعلم اللغة العربية يعني نتعلم هو الكلام ده منشور منشور مكتوب لا معرفش بقى مكتوب يعني مكتوب مكتوب على الميديا اه اه وبيقوله في كتب اه وبيطلع واللي نشره وبيعرف يقرى وبعض يعني ارى كتب ونقل منها يعني هنشوف كده تفضل تفضل سيادتك اه اه اتم الكراءة ولا لناخد نقطة نقطة سيادتك تفضل اليهود عند خروج الموعود موعدهم السواد وطائرهم غرابكة نضاقف هنا يعني عشان حضرتك تبدأ في 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 الرؤية طيب بسم الله رحمة الله ويا ويلة اليهود عند خروج الموعودي ها موعدهم السواد هو طبعا ملاحظتين نقولهم سرع جدا عشان نوري السفاهة يعني لو في لفظ اقل من السفالة هم فحك لان طبعا الخطر ان هما ينسبوا ده لولي من اولياء الله زال عارف بالله موحدين ابن عربي نعم تمام الخطر هنا ان اه تلبيس الحق بالباطل اللي هو الهسبارة العبرية اللي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واللي امتلأت سورة البقرة بصفات الصهاينة واليهود بالذات الصهاينة والتحذيرية للامة يعني ما كانش هذا الامر عبثيا هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيعلم بني اسرائيل الحقائق واليهود كل من دخل في الشريعة المساوية نعم في نفس الآن على رأيه استاذنا الشيخ محمد غزالي يعني ده واحنا اطفال كان ييجي اسقاله السائل هو ليه اكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر بني اسرائيل في القرآن العظيم فالهم ببساطة اياك اعني واسمع يا جارة الخطاب للأمة الاسلامية بالدرجة الاولى بالدرجة الاولى زي اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من أمتكم يا مسلمين ولا ضالد من أمتكم يا مسلمين ثم ابحث بقى عن باقي الامم ما تقوليش اليهود والنصارى وتكذب على سيدنا النبي صلى الله عليه وقاله بحديث المفترة لان يعني طب وش معنى يعني اليهود والنصارى بس طب وليم البوزين راحوا فين البوزين راحوا فين الهندوس راحوا فين وحكيش معنى يعني بس بواريك العقل القاصر واللي بيؤكد ان الكلام مش كلام نبي قال الله عز وجل عنه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بمعنى ان سيدنا النبي وانت حدث بالعربية الا ان خطابه المعرفي خطاب واصل للعالمين فدي رقم واحدة السؤال يا استاذ سيف عفوا يعني قطعا سيادتك وكل الناس اللي درسوا على الاقل يعني تعليم عالي ما ليش دعوة بالتعليم الواطي لان طبعا واضح ان الناس تعليمها واطي جدا يعني ويا ويل اليهود الوو دي يعني جاية بتعطف ايه على ايه يعني النص اللي قبله ايه يعني مش موجود مش موجود ادي اول كوارث الحبلاموس اللي كتب الكلام ده يا خبير حضرتك انت شفت قبل كده مع الوات بالعام لقطة لما ايه كنت باتكلم عن الوات براخوت ووصفته ووصفت الوات اليماني برضو الداعي الدجال ده النصاب وغزة قدامه سيبقى قعد برضو على النت عمليهم البيانات اه يا خبير حضرتك كأن الامام المهدي ده ماروش دعب الميادين ده هيقعد بقى على النت ويمسك الميكروفون زي الناس كده بتمسك الميكروفون النتوقى تهري ساعة ساعتين تلاثة واي هطل وناس تستقق وماله ما هي أمة الهبل يعني الوات عطورة علي يعني ايه 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 قبلها يعني لقص النص مختفي ماصوك عندي ناس مخبياة ده من خطورته من العظمة بتاعته أعظم من كتاب المفاجأة يا راجل. هو اعظم من الكتب العظيمة اللي كتبت يعني. سواء لي او لي غير يعني. طب ويا بينا اليهود عند خروج الموعود موعدهم والسواد. خلي بالك من حاجة هنا. وطائرهم غربة قومة. ان الحيوان الخنزير اللي كاتب بهذا الدجل على الامة. واخبر حضرتك. ما اعتمد على ايه السجع القفية الهطلة. الهطلة ليه? لان انا لو حقيقي هترجع لابن المقفع وكل من كتب وحتى لو تذكر فيه. حاك لما اتكلمت حتى عن اليهود الحريز اللي كان بيكتب المقامة في الاندلس. المقامة دي برضو نوع من القصص القصيرة اللي بتحكي عن حاجة. وبيبقى مسجوعة. تلاقي فيها نظام السجع واخبر حضرتك. نعم. انما لما تيجي تعرب السجع اللي بيعملوا حتلاقي متسق. يعني اذا انتهى برافع الجملة اللي بعدها تنتهي برافع. اذا انتهى بكاسة انتهى بكاسة. وحكا كندول تعالى بقى دخل لهم في المنظومة دي دليل ان اللي كاتب. لا يفقه المبتدأ من الخبر ولا الفاعل من المرفوع ولا لها علاقة باللغة العربية. وشغل على نغم اوه. وبقى ان يدعيها المين لعملاق في اللغة العربية. موحددين ابن عربي. عملاق في اللغة العربية. يا راجد انت اما تشوف مثلا الكبريت الاحمر بتاعه. الاعتقد فيه نصاب دولي. نصب على الناس برضو يقول لك ايه? ان الهباليلي. اللي هو بيلبس هباليلي. هيبي. بخبعك هيبي اه. 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 بخبعك هيبي. هيبي من الهبيين. هيبي من الهباليليين. مكتوب في الكبريت الاحمر اوه. على فكرة فيه طبعة قديمة. ما عندي بسولت بحاجة. فتحات المكية برضي. فتحات المكية سيادتك عندي التمن مجلدات الحديثة. واصلا هو كان مطبوعة طبعة القديمة اللي هي معمولة بالرصاص. زي ما كنا في اخبار اليوم. في مجدهة والاهرام وكله. كان بيطبع لغاية السبعينيات. بحاجة بنسميها حضرتك على الحجر والرصاص. قبل ما ييجي ايه نظام البروميد والتطوير اللي حاصل دلوقتي. والكمبيوترات وكلام الرصاص ده كان بتعمل كده في مكتة. مكتة حضرتك. عشنا الحاجات دي يعني حضرناها. وحضرنا التحديث. فكان فيه طبعة بنسميها الطبعة الحجرية اللي هي بتتبع بالرصاص اللي في طوحات المكية. كان صادر في اربع مجلدات ضخمة. قرأناها على العلماء. قرأناها حتى على الشيك عبد الحميد كشكا حضرتك وانا صابي. حضرتك ما فيش الكلام ده. ما فيش كلام الهبل والسفاهة وقلة الادب. إنما السفاهة وقلة الادب في وقت الفوضى في مصر واللي حسب يا الله نعمل وكيل في اللي عملوها بقال لك دي صورة. وطبعا الشغل الامريكي. وبدأت ناس عقلاء. تتكلم انقادة كانت مؤامرة امريكية والله صح النوم. ومن ناس سياسة ودبلوماسين صح النوم. انا بقول لهم صح النوم. كنتوا فين. لو كانوا طالعين ندول نخبة. نخبة. نعم. يلا على كل حال. كل شعب بيدفع تمن اخطاءه هو رقم واحد. طيب. عندما يبزغ عندما يبزغ نجم السيزار. خلص حاجة حاجة بص يا يا سيد سيب. الحاجات دي لازم تتدمر على الدماغ اللي بيخترعها. اه. فانا مع سيادتك حاجة حاجة. تمام. يعني اه. نربط بينها وبين الهصبارة العبرية. وحواريك ازاي. ان الوحدة تمن تلاف ومتين اليهودية الصهيونية الارهابية الحقيقية. شغالة على العقل المصري. من خلال خوانة في مصر. شوات عيال مدلدلة بناطلة. وعيال اوساخ يبيعوا امهاتهم عشان الدولار. وشغالين على الميدي على دماغ الناس. ودي اللي انا حذرت منها. ان محدش يبعتلي القذرات بتاعتهم. ولا واحد نيجي سيبن انجاس طالع. عملا يكذب على الناس ويدجل مقابل ان هو يلم فلوس. وناس تشوف وتقرأ وطلك اه والله بص. اه. ايه رأيك في ده. ايه رأي في ايه. انتو هطل ولا ايه. وابرام كده انتنازلت. دولت اشرح مع سياتك. عشان اورر الناس ان المنظومات دي كلها شغالة بقصد. كان الفوضى اللي بعد خمسة وعشرين كوارث. اللي ضمن المؤامرة اللي عملت على هذا الوطن. اه. نطق الحق الله اكبر. شغال على منظومة العب على عقول الناس. ولما قلت لي سيادتك. واعتقد واريتك مرة لما بيتكلموا الصحافة العبرية وبعض الاعلامين العبرين عنه الرئيس مبارك. انه هو ليس كما نردد. انما ده انا كنت اعدلنا. وعمل بيلعبنا بالوقت. وبيعمل اللي هو عايزه وبيوهم بشيء تاني. خب الحاج دي الحقائق. انما كانت اللعبة لان هو قال لهم لا. موضوع اللعبة في سيناء لا. موضوع سد النهضة لا. موضوع اه الحرب على العراق. اه حررنا الكويت بس ندخل لا. كلمة لا 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 طيب. وانا اقسمت بالله ان فيه حقير طلع في الكونجرس الامريكي. خب الحاج قال حنوري لك يا مبارك ديدان الارض. هتطلع تعمل فيك كلام وتحزف. زي ما تحزف بتاعة هلاري. زي ما تحزف ان بايدن وهو بيقع. خب الحاج كله المديا ممسوكة بايد سهيونية دجالية. عشان كده لما خطبت رؤساء العالم العربي وحكامه. ان اتقوا الله في شعوبكم. ان عيب يبقى معكم مليارات مخزنينها عند الدجال الاكبر وتسجدولو. تسجدولو. وسايبين الشباب وسايبين الامة كلها تضيع بها صفارة دجالية على مديا انتم قادرين تقلدوا روسيا. وتقلدوا ويبقى عندكم مديا خاصة بكم. يتم وضع ناس شرفاء يبنوا الانسان. انا لما اقرأ الاهرام النهاردة واقرأ. مش عارس مش عارف يتغيرت. طيب اتغيرت طيب اي اي انا اتغيرت يعني. يجايب لي عادي. بس مين اللي بيدير? مين اللي هو لا يسمح لعقل ان هو يفكر عشان كده جايب ناس سمعا وطعه ويهزه ورصهم ويسقفه. كأن مفيش وبعد كده ييجي واحد استاذ جامعة يتكلم يتكلم مين انت? مين انت? والله العظيم انا لو كنت موجود والله لو فيها روحي. انما يعني حنقول ايه? في امم اختارت الزلة. اختارت الزلة. وبرضه دكتور في تدور الصحافة والمجلات طبعا. من ضمنها كان في تحريف لنص قرآني ادخلوا مصره امينين. ازف مع باسيتك بديل الصحف لغاد الوقت والمجلات المصور. المصور العملاق المصور. المصور تصدر حضرتك. ادخلوا مسره امني. هدف يعني ان شاء الله دي. هتكلفكم حبر ولا هتكلفكم ايه بالظبط? اه. في ديم القرآن والأفاند بتاعهم بيسلم على البيت بتاعتهم ومية مية العملية بس هو كده دخوله مصر امين ما فيش ان شاء الله طب ما دام انت بتستخدم النص القرآني طب ما تخليك محترم وتستخدمه يا اما شيلو قول نوارتي والله ما اجمالك يا امر ده انتي والله خطوتك في مصر كده وانتي جايبالنا المليارات اللي هي بنستلفها والبلد غنية ومش محتاجة اصلا بس يعني ايه عشان انت تضافر الجهود الدولية لتدمير مصر وحالتك وبعد كده المجلة ما شاء الله متخمة بالعناوين ومتخمة بالمقالات وشغل ولكن مش هنقول ان شاء الله معلش مش عايزين القرآن خلي الشباب والناس الصغيرة اللي مش فهمة ما يشوفوش حتى لفظ الجلالة الله مع الاية يعني عباسيات عباسيات كتيرة والانحرافات الكتيرة دي لها عقوبة من الله خافوا من الله يعني خافوا من الله والله العظيم ان ربك لبالمرصد وانتقامه بشع وما في واحد قعد على كورسي وحيتساب وفي النهاية ذلة وخدوا العبرة لكن هنقول ايه خليني مع الهبل بتاع الهبل دول عشان نضمر الهصبارة الهبلية دي طبعا مش حقف مع كل حاجة لكن يعني ويا ويل اليهود عند خروج الموعود لو خدناها حقيق عشان نبين الجهل طبعا والسجع اللي ساقط ويا ويل اليهود عند خروج الموعودي موعدهم السوادو المفروض تمام وطائرهم غراب وقوم عاد فاتكسر انما بيخدع اه ضعاف العقول بالسجع المقيت اللي هو عامل ده مطلش سجع الكهنة بتاع السوطايح اللي في الجهل هي يعني مطلش حتى هذا وبعد كده يقول لك هذه النصوص ايه مختلف عليها اللي يقول كده ده عفوا 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 في اللفظ ابن حرام لا يمكن يكون ده من اصل حلال لما يفتر الكذب على الله وعلى رسوله وعلى اولياء يا اخي ده سيدنا النبي قالها صريحة توصح مسلم موجودة وحك من كذب علي متعمدا طب لما تكذبوا تول دي من اقوال سيدنا الامام علي صلاة الله وسلامه عليه طب ما هو سيدنا الامام علي ده الناطق الرسمي الاول باسم حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الاطاف تقاتلهم يا علي على التأويل كما قاتلتم انا على التنزيل يبقى معناها كلام سيدنا الامام علي وحي محمدي فلما يجي حتة خنزير يحط كلام ركيك ساقط ياخد فيه سفر من عشرة ويطلعوا بقى بتقى تلفزيونات وصحافة وبتاعه طبعا ده معناه ايه معناه ناس قاعدة على الكراسي عايزة ده والناس دي بالنسبالي في تقييم الخبرة بالعمل ضد المساد الاسرائيلي الناس دي عملاء للمساد السيادتك جايب يعني ناس غاية غاية في الدهقنة والخبرة بكيفية تدمير عقول الناس وبالذات الشعوب العربية والاسلامية عشان كده ما كنت بقولك ان بنحارب المساد بره دلوقتي بحاربهم بره وجوه مين اللي عمل ده ومين اللي بيحمي الناس دي من اول بورص السويس ابن راسمانيها العاهرة عشيقة شامعون بريز ومعروفة الدباجة بتتقلقه يعني مع صحفيين كبار محترفين صحفيين حقيقي مش مزورين وان شاء الله في كتير من اللي زوروا يعني مصرهم معروف للسجون طب لما تيجي حاضرتك سقطت اول حاجة تيجي بعد كده ويفضحهم ويفضح الاتراك ايه الاتراك يعني ايه علقت عشان وقتها مصر على خلاف مع اردوغان ولا ايه ولا مين نوصص عادتها كل دي نصوص مصدحدة حسب حسب الاحداث يجي عم فتح السيس يحط له الزهيبي ده على اي اساس هو زهيبي يعني الزهيبي العسكري اه ما انا افاهم انا بس بوري بخزق عينين السفل دول يعني ايه زهيبي يعني حسن مبارك ليه ما كانش زهيبي وبعين الزهيبي واللبس العسكري اللبس دهبي لبس كاكي واتغيروا بقى الاخضر الزيتي فالمفروض يقول لي الزيتي الخبرة حاضرتك يجي الزيتي عشان يدوروا على الزيت بالمرة طيب ويفضح لا بص با ايه يسهمهم الفتى كأسها لكن ويفضحهم ويفضحوا الاطراكة يعني بوارك ايه كسر سجع كل واقع متى حضرتك كنت موجيدا لللغة العربية الفصحة هتفضح امهم مش هتفضحوا هم بس امهم اللي جابتهم لانها مستحيل يبقى ناس الحلال يعني عفوا يعني بقى كلمة صريح ناس بتفتر الكذب على سيدنا النبي وتفتر الكذب على سيدنا الامام علي وتفتر الكذب على الاولياء ده اللي يفتر الكذب على سيدنا الامام علي يبقى احد كاره سيدنا الامام علي والعاملين في معسكر اعداؤه والصحابة الخيرين انه كان يقول لك ايه والله كنا نعرف ان ابنا انا من حلال بحبهم لعلي ده وهو طفل صغير وهو طفل صغير يقول لك ده لو واحد سافر وقلق من زوجه من زوجاته كان يقول لك اجيب ابني واشاور على سيدنا المام علي يقول له اترا هذا الرجل الذي هناك يقول له ايه شايفه كويس يقول له تأمله كده تفرصه يفضل بصصه يقول له هل وقع في قلبك حبه ام كرهه يقول له بحبه يا بابا يقول له ابني حبيبي اخي بقى حضرتك لو قال حاجة غير كده ده شكل الامة ما شاء الله عايزة سيدنا الامام علي بقى قاعد يعني حاولك ايه يا ساسيف سفلات سفلات بيرعاها ناس عايزة الحرق خونا خونا فنيجي بقى ايه لما طلع لهبة للإصرية المعتوه اللي حاول يتتبعني وفاكر لما زائل الود بالعام ان ما كناش عارفين لهبة اللهطل ما يعرفش ان من خمسة وعشرين زفت دي جات ناس انا قلتها مرة وحتى قلتها مع الود عاملهم ده اللهطل ده اللي الإيدز كاله خلاص قلت كل مصر بل كل العالم كل بلد في بلد كل مسموع حتى 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 تسأل الان هارفين لطلو اوالله يا فندم من اول لحظة من اول لحظة اللعبة اللي اتعملت فكت مع لواء كبير كده حضرتك هذا اللواء اشتغل في سيسينا فترة عظيمة فحط ايده على قلبه كده ووشه بقى يعني فيه فيه فزع وخوف فبقول له ايه سيادتك ايه قال لي هو انت واقع في قلبك الواقع في قلبي كان بلنا صلة كبيرة يعني حق دي لحظة لحظة فارقة لحد اصلا ممنوع يطلع ببادلة ويقال انت رشوحه ممنوع انت تطلع ببادلة عسكرية وكل ما بترشح حق حد يعني مش بقصد حد حد يعني مش حد 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 اللي هو بيالي السابت يعني فقلت له واقع في قلبي ان مصر حتهان والشعب حيتهان والجيش حيتهان واقع في قلبي مش صفر اشعية واقع في قلبي منشور كامل مالي الطورة والتلمون لدرس التلمون ودرس المشنة والجمارة وعدت شرحت له اعتقد هذا ما حدث نعم وماذا الشعب المصري ما يزعلش يستاهل مش شماتة والله العكس صعبان علي انما يستاهل شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وقال الاطهار الكلمة قانون يؤسفن ان القانون ده معمول به في دول غربية اللي هو المعنى من اصطفى او من اختار او من قدم عاملا وهو يعلم يعني عامل على الناس موظف على الناس حاكم على الناس مدير وزير ارد ازرق وهو يعلم ان هناك من هو اولى منه او انظف او اعدل او اعلم فقد خان الله ورسول فقد خان الله ورسول بتفقيم الحق المعجمة عشان اللغة اللغة دي حاكمة جدا اذا كان من تعلم العربية فقد تفسر نصف القرآن من تعلم العربية برا ما مش تخصص عربي بس حفظنا اكتب الله ودرسنا اللغة صغارا على علماء افزاز فعش كده ما لاقي هذا الهازر الاسرية ده حضرتك كان عمل متابعة ليا ويتصل بناس عرفهم ويجند لناس كل ده عايز يختارك محمد عيسى ومن اول لحظة واحنا عارفين الاتفاقات وكل حاجة حتى الود ده جاء في لحظة ويقول لي مشانك اتخنقت مع الود محمد نبيل والله العظيم وانا اقتنعت بقى اقول ربنا يهدهولك ما وكلهم شوازف بعض يا فاندب با ده الوقت السيزار هل سيدنا النبي صلى الله عليه وقالي الاتار اتكلم عن حاجة اسمها قيصر الكننة او لأ وكمان باللفظ الاجنبي اجنبي او سيدنا النبي كان يقدر يقول له الفضل النبي يقدر 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 يعني لا لو اراده لا فعل بس عشان القصة دي من هي هل صدق نطق بهذا هل عندنا حضرتك كده ما حصلتش غير ابن عباس يا رضي الله عنه وعن سيدنا العباس سيدنا العباس ده كان مكر كبير رجل مخابرات من الطراز الاول كان مذرع في مكة ذرع عظيمة بس مين اللي يعرف فبيقول لمعاوية اجعلتها هرقلية كسروية قيصرية تقول له صحرة كان المفروض يقول له اسرية لان طلع اسرية هو ابن هرتلية وناس بتألف له نصوص وبتنسبها لسيدنا علي عشان يبسيدنا محمد قال تخيلوا الوقاحة على عيال شواز جواسيس والخاين ده لو راجل ينزل مصر لو خاين لو راجل ينزل مصر اما سراصيره دي فدي فران احنا قلناها خلاص في المصايد يا مسألة وقتي يعني القرارات موجودة وفيهم اللي حيموت قبلها يعني خلاص ربنا صلت علي طيب حضرتك عندما يبزغ نجم السيزار ينهدم الشرك وينهار والله ده ازاي يعني عنه شرك انت شفت شرك بينهار الاول فين هو الشرك يعني يا ايه المعنى يعني ممكن ينهر من الدحك ينهر من الدحك لا ويتغير بكم المصار مين بكم دي الميم دي يعني مثلا رايحة للامة العربية كلها ولا للعالم كله ولا المصر ولا للسعودية ولا البحرين ولا قطر ولا المملكة المغربية ولا ايه هو هبل انتو يا امه سعداء بهذا عشان كده لما يعني عفوا اللي هيبعتلي حاجة من دي انا ما عرفش هيبرد فعل ايه بجد يعني وبعني يطوع مش هناشي الكلام ده تاني عشان مش هناشي الكلام ده تاني عشان ما حدش يظن ان احنا هنسلك المصار ده احنا بس بنفرح لا 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 ده بالعكس ده كويس انك فتحت القصة دي يعني ايه يعني لا لا نفتحها الا لضرورة وكمان لدفعنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طبعا انا قاصد الله ورسوله صلى الله عليه وقال يا فندم يا فندم شوف حولك حاجة سيادتك في انسان بنسمي ايه كده شفت يوم ما اتكلمت عن الوقت براخوت انه مدعشر بالقعتلين تحشرمت شرافته فقرك القرب عصلي وهو كيكذوب هيكذوب من روقف العلقبوت المنفلي ومتفشخة عندما يخطو هو وقصرياته بلعيمه وسكاته برصهم وبراصهم والوسكات دي كلها وعملين مناظرات وسكات طلعة تتكلم يعني تهرف بقاذورات روائح منتنة هؤلاء الحبظمات كلها حضرتك معروفة روائحها اصلا كريهة انت عارف روكة في البوعبابولي الراقف البوعبابولي ده يقولك اصلا ده حرانكوفة كل حبظم تلقى بيطلع من المية بالزات ساعة المغرب يطلع كيه زي ابو رجل مسلوخة وحكفة دول اللي عايشين بقى في الامة الهاطلة دي مين ده؟ البط بالعاطفة ساعة زية مين؟ ساعة زية اخو رخيصة المؤقرة نعيمة مسهرة ايه لا تتعملين تيه؟ الولاد الحاجز يا زبني مين ده؟ الله ما قدول الولاد ستة فاتحية حادثة بتأخرة ايه ده مين ده؟ ودهه إجي غني الحب ضح يضح والهاجر ينقخ ينقخ ويعنا عليه بقى في الحزين؟ في الحزين؟ في الحزين؟ حزين كرهتك يا حبيبي من رحي ترجي ليك؟ استعمل يا حبيبي البودرة والفينيك وحدي ححبة ويمكن تستخبى ساعة يا حبيبي يمكن اعود إليك يمكن اعود إليك يعنا عليه بقى في النفراجي التيتة بالنغة والنغة بالتيتة خير أمّا. خير أمّا أخرجت للناس مساء الله عليها. عرفتم ان سيدنا الإمام علي صدق في قراءة خير أأمّا لتفسير خير أمّا. نعم مجموعات مجموعات من ملايين تستحق والله العظيم الإبادة لكن عايشين على رأي مولانا الشيخ عبد الحميد كيش كان يقول لي يا ابني والله العظيم والله العظيم بخبرتي في الدنيا وماولانا الشيخ محمد الغزال يقول نفس الكلمة الشيخ محمد أبو ظاهرة قال نفس الكلمة قال فعلا في خلق من الآدمين موجودين لما بنبص لهم ونشوف بيقولوا ايه وبتحركوا ازاي حاجة من زمان يعني في المجموعات بس كانت شاذة النهاردة بقت هي الأكثرية قال فعلا آمنا أن الله يفعل هذا ليثبت لنا أنه على كل شيء قضي فكنا نضحك الآن باقي المسألة مهزلة يعني مهزلة مين بيرعاها دوروا مين بيرعاها لما ييجوا على الميديا ويجوا في تلفزيونات ويطلعوا لهم مزيعين يعني هما عملينهم كبار في رأيي طبعا وفي رأيي سادة مليون مليون نقابة الصحفيين حضرتك ونقابة الإعلاميين بيبصوا لده بهطل سوف الأستاذ هالة أبو عالم كتب تتكلم من فترة أعتقد مع ذات مصر يعني قالت كلام والله العظيم يدرس يدرس سيدة بمليون راجل يعني النهاردة لو مسكتها وزيرة إعلام أنا رأيي كده عايزة تصلح الشغل اللي بيحصل تمسك الشبشب تمسك جزمتها ده إيه اللي إحنا فيه ده تقطع الأخبار وما سبيرو والتلفزيون المصري ده سوت مصر هل في دولة تقدر تستغنى عن الإعلام أنا النهاردة بحط الإعلام كسلاح يفوق أي سلاح آخر أنت بالإعلام تقدر تغزو العقول والأفكار تقدر تدمر شعب تقدر تعلى بشعب تقدر تنمي شعب فالنهاردة للأسف بنشوف استخدام الإعلام بصورة سيئة جدا جدا في العالم كله يعني مش بتكلم على المنطقة العربية أو على مصر ما بتكلم على العالم كله لأنه أصبح هناك تزييف للحقائق اللي بتزيع علشان كده يعني أعتقد أن محتاج كل شخص يكون واعي وعنده الدراية الكافية بكل ما يبث ويبحث عن الحقيقة ليه؟ مين يقول كده؟ إزاي تفرط في إمكانيات المهولة اللي موجودة عندك؟ المسألة صعبة وخطيرة جدا للغاية بقوا أنتوا فين بقى؟ يعني أنتوا عملتوا إيه؟ لما الإنتاج بتعمل سبيرو بتزيعوه لما الناس اللي بتشتغل فيما سبيرو بتاخدوه أنتوا فين؟ مش معقول كل القناوات طبخ أما آل الأوان لتغيير تلك الوجود؟ وجود تكون لها مصداقية في الشارع المصري والعربي؟ مفتاح الحل كله في الإدارة الإدارة الجيدة أنا شايف أن ما سبيرو الحقيقة حرام اللي بيحصل فيه يعني حرام فكنا حرسين جدا نحنا ما نرتكبش أخطاء ونكون عند حسن ظن رؤسائنا وعند حسن ظن جمهور اللي بيشوفنا عايزني كمل يا سيسي فيصير العرب حكماء لا خدت بالك يا تغير بكم المصار يصير العرب حكماء وتتجلى حقيقة الشرفاء طيب أدي تجلى حقيقة الشرفاء أن أنتو أوغاد أن أنتو أوغاد اللي كتب الكلام ده واغد بن واغد ومعروف مين طبعا الكابتن سيد فضحه يعني تمام ثم تبين أنه يقول لك آه أسانا كنت باخد من كتب ابن عربي وبانسج منه والله العظيم ولا بيعرف يقرأ قسما بالله قسما بالله لو ده يعرف يقرأ كتاب لابن عربي ويشوف بلاغته ما هيعرف ينسج الهابل ده هبل ده واحد شيطان عما لا يقول في دماغه وطبعا اللي يفتكر أن دي عيال عشان فلوس بس اللي عيال دي كلها مجندة تبع فرقة المستعربين والواحدة 8200 آه بنسميه ما هي صراصير اسمه إيل واد الواغد ده له بل ده أفيقاي أدروعي ده لا طبعا الشيخ أفيقاي أقول لك ثابت لا يفر يا دكتور يعني هو فين أصلا عشان ما يفر مين هو ثابت لا يفر يا صدى القصرية آه ده واضح آه موجود أصلي في مصر الطاهر وقت الرجس وهو رجس الرجس اللي كاتب رجس واللي مكتوب عنه رجس مهزب هو النفس يا ولد عشان كده شاز عشان كده شاز وصلاحه وقت الخسر يعني هو ده المهدي ولا المهدي لا وصلاحه وخدت بالك يعني حتى تشوف الجهل كأن موحد دين ابن عربي ما يعرفش معنى الحديث والصلاحه الله في ليلة ان دي أبسط معارف اللغة وقلناها لو انت بتزين عروسة اليوم عرسها بتقول أصلحناها لزوجها يعني كانت منحرفة وصلحناها إيه الجنان ولعتها يعني ما انتش عارف حتى المجاز ولا المحسنات البديعية ويقول ايه ده ده في الفتحات أتحدى الدجال الكذاب اللي يقول الكلام ده في الكبريت الأحمر أو في الفتحات المكية أتحدى أتحدى يطلع يقرأ ثلاث صفحات أتحدى يقرأ صحيفة صح بخبرة حضرتك كلهم كل التنظيم المسوني الصهيوني ده من أول بورصهم له طلقرع لغاية آخر واحد من الجنة في بورس عيد اللي مسمى نفسه لوحة شاهينية الهابلة دي لوحة ايه لوحة والدته يعني كانت عاملة له لوحة ولا لوحة مين يعني ايه لوحة شاهينية وبعدين يطلع دجال كذاب آخر معلومات بيجيلي طبعا مش هضعي وقتي مع السراصير دي يعني عمل لك عنوان ايه ان ابن عربي يتنبأ بوزير الدفاعج والله العظيم يعني ومع احترام ده وزير دفاع يعني يليك بمصر يعني ولا احنا بنهزر وما تقسوش على يام ساد يوسف صبرة وطالب لانا لقيت معارضة بره مش عارفة يقول لك سوفة وصوفة وطالب درسلي على فكرة درسلي اصول فقه في مع الدراسات الاسلامية تمام والتقيت بحضره كان بنا صحبة ومعايا هاتفه ده ميسك مصر رئيس لمصر وكان رئيس مجلس الشعب تمام لكن عمره ما ميسك وزير دفاع عشان بسه واريك الجهل اللي منتشر حتى من المعارضة وصحفيين واعلاميين مش عارفين وبيخلطوا بين يوسف صبرة وطبح وكان موجودين طبعا وعرف موضوع ابو غزالة وجاب كان محافظ القاهرة ويوسف صبرة وطالب كان مشهود له يعني مش محافظة قعد في بيتهم لا 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 وكان عبقاري يعني من العسكرين العباق مش اي محافظة فاندم واحنا عارفين الزواز مليانة كانت بالرعاعة تبع الصهاينة يعني وبراسهم والعملاء واللي رايح اسرائيل وجاي ومنتقاء لتضرب مصر من هنا شوف دور اهم خمسة وعشرين اول من حرق اقسام الشرطة مين دوره هو اه ما كانش موجود انما المسلسل ماشي برضا دكتور فنوتا دي برضا عشان نركز يوصلح وقت الخسف هنا طب ما حضرتك لسه زاك الحديث ان يعني الاصلاح يصلحه الله في ليلة طبعا خسف ايه يصلحه الله في ليلة الخسف يا فندم ده كلام مالوش دعوة بسيدنا النبي الف باء ان موحي الدين من العربي مطلع على الحديث عن امام المهدي ان يصلحه الله في ليلة يهيئه له الخروج خلاص جاله الامر يصلحه الله معناه جاءه الامر اخرج قولنا المهدي لحضرتك لما يبعتوله الجيش حيخسف بالجيش اية وكرامة كما قلنا ضمن الكرامات موضوع التبوت ده بعدين لما يبدأ المحاضرة العالمية حتى لاخواتنا اليهود المسالمين والاخواتنا المسيحيين لحضرتك ولكل من يعلم قصة التبوت تمام انما الخسف اية من الايات اما هو فكان الاصلاح قد تم اللي هو التهيئة خد الامر انطلق اعلن المخبوء ايه هو انما عشان ييجي حقير عفوا مش مش دي مش شتاء معنا نفسي اشتم لكن ربنا صح انما انا بوصف احوال حقراء وانجاس ييجي يقولولك حنطلع الامام المهدي والحقير التاني يقولك ده فيه سبع علماء هم اللي يقولوا الامام والله العظيم مسكن له السنج والمطاوي بقى جوه الحرام داخلين بسيو ولا بمسدسات ولا حيدخلوا باربيجيه نظام داعش هو انت المهدي بقى يا عمنا مش المهدي هو مزاجنا انت المهدي ولو ما بيعتش هنقتلك هنا في الحرق والله ده ده العلم ده يعني يعني ايه العلم في ده يعني ايه فين العلماء دول هم دول العلماء بتوع خمسمائة عالم افتوا بوجوب الجهاد في سوريا وحرقوا سوريا وضمروه ربنا ينتقم منهم ومن زورياتهم واللي يتبعهم هو احنا لما بنواجه الامة بالحقائق يطلع خنزيغ زي براخوت اللي قاتل بنت نمسوية لما عرب دي اغتصبها وفي النهاية هرب وجاي هنا يعمل نفسه مهدي ورايح بقى ايه واخد دورات في السحر الاسود وشغال على الناس واي حد يخالف امه والود بتاع سكندريا اللي جابه الناس دي فاكرانا هنود يعني سيف انت شايف مثلا الفيل بتاعنا رابطه برا نعم مستنيني برا يعني وانا رئيس وزراء بريطانيا اللي مشي يعني اكلم الناس يحطوا برسيم الفيل مهراج انا حطت التاج ايه الهبل اللي بيهبله والشعب ده ساكت خلاص اشربه اشربه خليكوا شاربين لا تدركوه بالعقول فهو العجيب والنشأ اه لا يعني ايه تدرك يعني سيدنا النبي اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وقال ادركنا بالعقل الله الله اللي هو الله ادركنا بالعقل تخيل يعني ده ستة قالتها ستة البسيطة قالت ايه البعرة تدل على البعير الاثر يدل على المسير فسماء ذاته ابراج وارض ذاته فجاج وبحار ذاته امواج حاجات حفظنها من وحنا في ابتدائي افلا يدل ذلك على اللطيف الخبير يعني حتى العام البسيط اللي مش دارس ولا حافظ قرآن ولا دارس سنون يقولك والله يا ربنا عرفه بالعقل لما تيجي تتكلم معا كلام اهبل واهطل زي ده يعني الكلام ده لو تعرض على واحدة بتبيع فجل ما تعرفش ما درستش والله العظيم حتى تقولي امش يا لابن اللي مش عارف ايه انت امش بني هنا بحضرتك لاضربك بالله العظيم والناس تبعاتلك تقولي ايه رأيك في الكلام ده والخليل يسلمها لعبد الجليل والله العظيم والله بقى الهبليل بيسلمها للهبل بقى انتوا معتيه مخابيل مخابيل وبعدين يعني ابن عربي وصيدنا الامام علي ساب العالم كله شوف المفاجأة الكلام عالعالم كله لاحظ كده الكلام عن العالم كله انت بقى مركز على شوات صراصير زر عملكم دولة العبرية هنا في بلدكم مفخ منهم وبعدين يقولي الزهيبي ده عمل ايه الزهيبي ما هو فيه اتنين زهيبي فيه زهيبي عسكري وفيه زهيبي عادي ده 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 بروح اجيب من قني بقالة ولا معانيش مركز وهنا هو واحد تجي هنا وعادي يقول انا الزهيبي وانت مش عالق انا عرف بنفس الاول انا فلان الفلاني الزهيبي وانا دبط الارض ده بيتبعه في كارفور يعني بجد طب ممكن احجز اتنين تلاتة هو دبطوب الارض مش دبط الارض وانا بيشوف الزهيبي بالبالبتاع ودبط الارض دبطوب الارض او دبطوب الارض ما هو دي حاول سيادتك ايه من الحاجات اللي بختلف فيها مع اخواتنا الشيعة وطبعا في علماء من الشيعة رفضوا الكلام ده اللي هو نسبة دبط الارض اللي اتحدث عنها الله سبحانه وتعالى عن دبط الارض اللي هي تكلب الناس فقاله ده الامام عليه السلام الله عليه قال وانا دبط الارض طبعا كذب على سيدنا الامام علي وذبط فيه حد كتاب له في التعليق فقالا الامام علي هو دبط الارض لا ما دي من الاخطاء وبرضه كثير من محب قال البيت كل شيء يقرأه عند اخواتنا الشيعة بيعتبره صح والكلام ده اللي اعتردت عليه ولذلك لما قلت والله هو ليت الشيعة اللي هو يقول لنا شيء يتشيح حقيقي مش معناها اتهام لأخواتنا الشيعة انما لا يعني المشايعة لسيدنا الامام علي يبع عقلك حاضر كان يحب عقلك يبع حاضر وبدرنك حاضر وتكون قوي وفارس حتى في العلم ما يدحكش عليه فلما تيجي تصف حضرة سيدنا الامام علي حتى بوصف الدبة ما احترام ان الدب كل من يدب على الارض ماشي ده المعنى حبيبي اللغوي إنما المعنى الشارعي كرمنا بني آدم سيدنا الامام علي شئ عظيم فوق دبط الارض اللي بتكلمه عليها الناس دي يعني لان هما بيقولوا إن هو مريخي لتربة كمان كمان طبوا ليه مش نبتوني لتربة ليه مش مش مسترعي عقبوا المريخ عشان الحروب يا سلام اه في ناس بيقولوا إن المريخ تبع الحروب آآ آآ يعني في حاجة انت آآ هنكمل فيها هنا قل لي قل لي يعني آآ بص بص حضرتك يقول يعني طيب التربة وصاحب الحربة ايوة يعني طيب التربة دي ايه يعني التربة اللي يتدفن فيها ولا الاصل اللي هو اتخنق منه يعني يعني مثلا سيدنا النبي بيتكلم عن الاصل الطاهر مش ما تكلمش عن التربة يا كrate حضرتك بيتكلم عن ال البيت والنسل الطاهر أنا خيارا من خيارا من خيارا بيقصد الناس للطاهر مش التربة يعني قطعا يعني فين الحديث ده برضا ولا ده أبلغ من سيدنا النبي ما هو في الحديث ده برضو آآ دبذوب الارض بيقول أنا من خيارا من آلي عمران ومن آلي البيت من آلي عمران من آلي البيت وآ وطبع وعثمان ι بيعانا وقع يعني من قهر القفة عشان محسوب بقى على طب وطلح حبيبهم طب ومعاوية مش مش ده صحابي بيتردوا عليه اللي هو قتل القتلى ده الحرام بيقول دبدوب الارض ان فيه خلاف عليه خلاف على مين على الدبدوب معاوية عليه خلاف يعني سيدنا النبي لما لعن والحديث بتبص حركة السلفانجية اي حاجة ضد ال البيت هيصححوها اي من قبل لقال البيت حيضمروها وكل بصق شوف مواقعهم شوف كتبهم عتلاقي الحقد والغل مش متماسك يعني عمالة نيرانة متصعدة ورائحته الكريهة المنفرة موجودة جده وابي يقول انا كنت سلفي برضو دبدوب الارض يعني معروف بقى كده يعني كان سلفي اه ودلوقتي بقى ايه زهيب اه ما ممكن طب تصدق بالله ان كل العيال دي كل العيال دي اعرف منهم مثلا عشر اتناشر واحد اهليهم غضانة عليهم تخيل يعني لو هو الرحم الاولى الاب او الام او الاثنين سيبك من الاخوات فيه طبعا الاخوات تصور تصور ان مغضوب عليهم لا ما طبيعي ما لازم يعملوا بقى الشغل ده يعني العقل والدين حيروح فين اه نشوف حاجة تانية ورده شو انا مع سيادتك اه يقول الشيخ الاكبر لا استنى والنبي ايه انا عندي هين ايه ايه حاجة ومن بايعه يدخل الجبل دون علم حلوة دون علم وبعن يطلع منه ايه لا ما فيش علم هنا اه ده حط الطلك ويخرج منه ويخرج منه بالحرب والسلم اه يجدوا فيه البشر الملاز ومن بايعه فقد فاز طب الزال غير ازاي اه تمام ومن دخل الجبل ده الجبل ايه يعني الامام المهدي هاي يدخل الجبل ولا ده بيكلم عن الاسرية ومن بايعه فقد فاز فكرني بسعيد صراحة ما بقول لي وانت جامل حجاز يقع عليك لحزاز ما هي كده المفروض كان حد راح يكمل هلو كده يعني عشان يبين ولعي تجارة اله لربنا يولع في جدتك يولع في الشمعة وانت جاي من الحجاز اخ يحرق قلبك بالجاز وانت جاي من يولع في الشمعة وانت جاي من الحجاز وانت جاي وعليك له حزاز يبعد عننا انا مش عابض النشيد ابعد اسفت يا تطانس انت مش عابض النشيد اكت ولع بابا ولع ربنا يولع في جلابيت ولع في العيدة يا رب ولع في اي حاجة ما انتم حفاظيني غلط ربنا زوجه لا انا عايز اعرف يعني 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 لا ويخرج منه بالحرب والسلم يا سلام خلي بالك من اللي بعدها شدتني فينسجون النسيج طب الفاء دي بقى ايه اهه فيش المفروض الفاء دي بقى عاطفة تفريعية هل من اللي هي الفاء السببية اللي هي المفروض تنسب المضارع فيقول فينسجون النسيج ان هنا بتاع المحلة ويفرقوا المزيج ايه المزيج ده يعني يفرقوا بقى كده معناها ان انت جاي تصير الفوضى ده كعك جديد لا يفرق لا ده ايه افطير ده ولا حلوة ايه ويه سيقدر على عصبة اجيج دي اجيج خلال اجيج اخت قريش اسمها سادسة ايه دي مش سابعة او خمسة او اسمها سادسة مين هي اسمها اجيج اه اجيج دي امورة مش عارف يعني لا بيقولوا شهراء ايه وشهراء ناكسة وشهراء ناكسة اه المفروض ايه شعراء ناكسة بقى يعني عايزة تروح للكوافير عايزة تروح كوافير يتفق الشهر مع اشارة الحمزة والله العظيم ولا خيرة في كف غير كامل هما كده بيشتموا في الاستاس كامل اه تقريبا امام دا ايه من المناصرة دا 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 فهو ضيعوا اجر العامل وغدا يفهمون ويفك الرموز طب يا عم هنا ما فروض ويفكوا ويفكونا بقى لا ما فيش حاجة تنسب الفعل هنا المضارع مع المضارع ينفع يتنسب يا استاذي خب الحالك يعني دي اني لغة دي ده عربي ده ده عربي امورسي دي لغة عربية بجد وفهو ديانا اه حين نخرج من مكر العجوز حين نخرج ايه من مكر العجوز ايه من العجوز احمد العجوز كم يلعب في الاسماعيلي لا اوش اصدع كده بيشتن في العجوز كده بيشتن ده مدرب كبير دلوقتي والله يقول لك ادب انه يتطاول على النادي الاسماعيلي والكابتن رضا وكابتن محمد ومتده عشان هم الدرويش انت مش فاهم برضا دكتور موبرو سلافية صح صح انت عارب انا وولد زمال اسماعيلي هيدخل الجنة اه درويش ما لوش حاجة يعني وبعد ذلك انفراج بعد اضيك فجاج ايه وبعد ذلك وبعد ذلك انفراج بعد اضيك فجاج ايه ايه يعني طب ما فين انفراجي طب مش يوريه مش الاسرية بتاعتهم موجود وبلعيمهم موجودين وبرصهم العميل هناك والعيال اللي قاعدة في برص عيده اللي قال انت ملاحظ على صهور مصر على كل المياه ماشرين ماليه عشان اشتغلوا ساعة ان شاء الله السيف بالهروب الكبير ده انهربوا يعني والله لو اما فتل قبيب ايجابه ده هتبقى الفضايح فضايح ان شاء الله تصور ان هتيجي لحظة الشعب ده هيتفرج على اعترافات هتبقى تزهل هتبقى تزهل حاجة كده زي بتاعة اليمن والسيد عبد الملك الحوسي وانصار الله يعني بص مفاجآت الله قادمة لان برضو البلد فيها صالحون وفيها مخلصون وفيها ناس تقبط ضايم وفي لحظة ما حيبقى لهم انتقام كبير من كل من قساء لهذا الوطن لان اللي حاصل عار لم يحدث ولا ايام الهكسوس ولا ايام الهكسوس يلا ايه تان اه في بقى في وبعد ايه غيضان الميزان ببرج السرطان يعني هو الميزان حيدخل في السرطان حيغيض جوه ويظهر الفرقدان الشمس والامر مفروض الفرقدان هو كده هما كانوا مخفيين يعني مثلا حيختفوا وزا اللي بيقول لك لا ما ممكن ده ما بلغني في حد يقول لك وديعوا الشمس يا اه اه صح ده انا رضيت على الهبل اللي بيونشره ان الصين بتعمل شمس جديدة يعني ما انا قلت ان الدجال نفسه نشر كده من الاول عمل لهم بتاع ده بتاع الطاقة كده بالليل في مكان ما في الجزيرة بتاعته اكبر الحاج بس عملا يجرب على الباشر اللي هو ضوء غير الطبيعي ذكرت الكلام ده ومعرفة المصري اللي كشف الحاجات دي مش الاسرية اللي كل حاجة اقولها الحقوا خدوا حاجة محمد عيش شوهوها نشوه اعملوها زي برصهم يعني يعني اولاد بغاء يعني اه ومائل للحمرة ايه هو المائل للحمرة يا سس سيف الفرقادان بقى الفرقادان مالهمهم مال الحمرة هو كاتبها اهلوية انت ده يأكل للنص لا انا بحب الاهل انا بحب الاهل بص اذا كان معلقة مش بص النص صحيح النص صحيح اهلي مدير قمرة اه وعيناها جمرة اه ده ايه ده بيشوف افلام ده اه لا يمكن يقصوا بقى لا ده الافلام الاطفال اللي يعني بقى زي الجمرة كده مش عارف يعني وصايد الفكر الزكري لا حلوة مونير امرة تحس كده محمد رشدي بيغني يعني اه وتحت الشجر يا وهيبا يا وهيبا اه والامرة طلعلنا وبتاع وايه بس طلعلنا حاجة في الظلمة عنيها جامرة بتكبا ما تكفيش يا بات انت معايا فتتراقى له الصعاب وتنزل له الهضاب وتفتح له الابواب ووشه يبقى هباب في هباب ويكل عليه التراب ولم يجوع يكل كباب وعظم على عظمه ده بقى ابن عربي ده بقى ابن عربي ده حتى موحد دين ابن عربي لما تكلم عن الإمام المهدي عليه السلام تحس التلغيز اكتر من الافصاح والكلام راقي وبرغم كده لانه ليس معصوما تصور في نفسه في زمان غير الزمان وبغير حضور العلامات اللي اخبر عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وقاله انه هو الولي الخاتم قاطع عظيم عشان تعرف ان لا معصومة الا من عصمهم الله سيدنا النبي وقال البيت المقرر هما دول بنصلي عليهم في التشاهد مش هنصلي علي ناس خطأين مش راح علي ناس انا يا جماعة انا الولي الخاتمة ناس انا مين الولي الخاتمة قصد علي الشيخ الاكبر موحد دين ابن عربي يعني ما تلاش زي المعاتيه دول لا ده تتراجع ده الصغفر ده الصغفر ولانه صادق مع نفسه انه مخلص ربنا قال له لا يعني يعني فهم الحقيقة يعني عيب قفة عند مقامة وثم انتلست من قال البيت عشان في ناس فاكر انا موحد دين ابن عربي من قال البيت لا مش من قال البيت انا قلت ان هو اطلع على ورائقات من الجافر وصدق فمن الله سبحانه وتعالى عليه بالفتوح نعم اسيبك بقى من اللي كفره الكلام انده عرائي يعني معالي الشيخ احمد الطيب الشيخ اعظار على الاقراء وحتى الراجل في مقدمة الفتوحات يعني اتكلم قال يعني فظل نبي خيرا يعني ولا تسأل عن السبب فيه امور انكشفت لي قلت اللي ما اسموح لي لكن ظن الخير واللي هو سيدنا النبي امرنا بيه ده يا فندي من النهاردة انك تختلف مع واحد تلاقي التكفير للصبح زي زقن العنز انما لما حد يكفر اللي يقول الكلام ده لا ده كافر فهم راسم نظمي ده مش مش ولا كفر دون كفر هنا لانه افترى الكذب على سيدنا النبي وعلى ائمة قال البيت وحتى على العارفين بقى كذب راكيك يعني تلميذ في ابتدائي خبا مش هيعمل ده سفر من عشرة يعني ده ما فيش حاجة صح ولا اللغة صح والكلام كله هبل ده عيل بيمسك كتب شعر بتاع ده اللي هو اسمو ايه ده الهبلية دي دي العيال اللي هي بتكتب باسمو ايه الشعر غير المنظوم وياخد كلمة خبرا حقيق وده سيسا ويتقال ثم سانيا عمر موح الدين ابن عربي ما ذكر زهيبي ولا لوحة شهنية ولا سيدنا الامام عالي طبعا بريق هذا الطهر الطهر من من الرجس اللي عمالين يعملو ده خبرا حقيق وانا بوريك دول كفر فعلا ويا ريت بقى فاضيل الشيخ الازر يتصدى انت راجل محب لقال البيت وانت منهم ما فيه الساحة الطيب موجودة في الصعيد واخوه ما هو كان حبيب اولاد عمي حاجة الظرية عارفة بعضها كويس جدا المفروض يتصدى ما يعدش ساكت يعني يعني الناس دي تتسجن والعيال دي اعتقد الشيخ احمد كريمة قال للود الاسمو شاهنولا الحقير الصهيون اليهودي الاصل ده اه انت قال له اه قال له انت كافر والمفروض انت خير يتقبض عليك ده حاجة غريبة انت بقى ناس قعدة بتحميه الشغالين تبع مين بقى شغالين تبع مين والصالح ايه طب مؤسس نفسه سجنه سنتين وسألت قيادات كبيرة في الامر دي قالوا لي اه هو بات يضحكوا سكر قالوا لي اه هو نفسه اللي سجنه سنتين وحضرتك ليه لانه نصب نصب ما قال له زهيبي ومش عارف ايه وعمل له النصوص طب وانت يا عم انت يا عم انت لانت عامل نفسك ما شاء الله ففهمناه سليمان ما فهمتش يعني ولا البلد دي ان عدمت من العلماء ما عندك يا سيدي فاضلة شيخ قسامة الازهاري راجل عالم لو جاء وزير اواب اكيرا حاجة صح اخيرا حاجة صح وانا ضد اللي بيصيقه اللي باضلة شيخ الازهاري اللي هو على العلم طبعا راجل على العلم وزاكي جدا ولعله لعله جاي يصلح ومش لازم اللي يشتغل مع الغلاطين بالضرورة ان هو يكون زيهم مش بالضرورة ما الفرق التوامي قال هالي لما ان كنت اقول له طب ازاي انت عاك بتقول لي واحد اثنين تلاتة اربعة عشر 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 قال لي يا ابني لما يكون موجود بينهم احسن ما يكونوا شغالين لوحدهم على القلب حاول اصلح ثم لما الدفة تتعدل يبقى لنا خبرة باللي تم افساده في البلد حاجة فهم يعني في منطق للامور يعني برده دكتور نعود لشيء اخر يعني بعتهولي في الشيء الاخر ولا في نفس حضرتك ولا في نفس اللوحة خلينا في نفس نفس الجزئية عشان في جزئية معينة عايز يعني نركز عليها ورده يعني هنا بيقول صائد الفكر الزكي الختم بل كل الولي فين فين دي الكلمة دي اه صائد فكر الزكي الختم بل كل الولي يعني يعني مفترض ان كده انت بتتكلم نزول المنزلة يعني في الولي الختم. اه. في اولي عادة. اما كده. بسم الله. ولي الختم له سيدنا الايمان. اما انت عارف ان في ناس احيانا عشان يترقى بعد ما يبقى مسلا لواء بنزلوه عميد. ولما يعوز يرقوه اذكر. اه حرق يعني. في الحقيقة بيروحوا بنزلينه عقيد. عايزين بيرقوه يعني يدلوه فريق. في نزلوه النقيب. لا وبرضو في في مقولة شهيرة ان انت عشان تكون انطلاقتك قوية لازم ترجع للخلف بقوة بعيكاة تنطلق انطلاقها واسعة. اذا بفكرني بنفسي وبالشذر الكبير واحنا في انطلاقات كان يرجع عشرة متر وبعدين يقول لي اه بص عايزين واحدة ارجع خمستاشر. اه. عشان اشوتك. فالواحد يبقى ايه نقيب عشان ينطلق بقى الفريق ويبقى وزير الدفاع. بالزفت كده. اخوة حالك ما شاء الله بسم اللعب قاريات لم يرى العالم زيها. لم يرى العالم. عالم مين? ده المفروض العالم يتعلم. وفيه بقى هنا. ده بوتين يجي هنا. وكيم يونج. رئيس الصين. يجوا يتعلموا. يجوا يتعلموا. في برضو في الجزئية دي. اه. آآ الله ما صلى الله عليه سيدنا محمد على قاله. آآ تظهر التلاصم بالالغاز ولا يعلمها الا منفاس. ولا يتكلم بها الا فتى الساحل. يعني برضو احنا عشان. نصر الود اللي قعد في برسعيد انه هو فتى الساحل وهو اللوحة الهبلية اللي امر اسماهاله كانت بترضعه من انه حمارة عفوا ولا انهي بتاع ده يعني اني كان زير كان بيرضع منه ده. والود ينشرها وعمل نفسه يقول لك نسترداموس نسترداموس. ده لو نسترداموس صحي. عارب مش هيديله بالجازمة. خبرا حاج ده اصلا هيجيب. هيقول اقزر اقزر زيت وجاز وروح مولع في يعني. وما فيش كلمة ساد الوده مرة جابوه. انا اضحكت وقتها مزيعة يعني لدرجة. انا عاربها يعني اما عاربها مش مش علاقة بها بس اعرف زوجها يعني كان كان ضابط كبير. انتي لو محترمة. يعني عفوا عفوا يعني مش حاولي غير قليدي اللي استاذة هالة ابو عالم. استاذة هالة ابو عالم اتقلها ده والله العظيم. عارف اللي بيتقلها ده لو هو منصبه ايه هتضربه بالجازمة. هتضربه بالجازمة. طالع يتكلم عن اوباما ومراته في وقت اوباما. انه هيتطلقوا 2015 يمكن تدخل الا ويتطلقوا. يا اخي انحنا في الفين اربعة وعشرين. ولسه تصدق الست دي مرات اوباما. تخيل واباما طلع اه هي اه هو زوجته يقيدوا بايدن. برغم اه الهبل بتاع بايدن. ادي هي دي اه مصر الكنانة وصيزر الكنانة. ده قاعد فين بقى يا سيدي الساحل. اللي هو ده اللي هو الساحلي بالاكرار على اساس الشعب المصري بقى. واخر بقى حضرتك. حيضج من الهبل ويروح يجيب اهبل. اه فيبقى الهبل اعمى باعتبار بقى بنعود للخلف عشان ننطلق للامام. دكتور هننتقل بازن الله الى هسبارة جديدة يعني تم الدندنة بها من الفرق المستعربة وعملاء اه بني صهيون وعملاء وحدة الهسبارة. اه. او في اوطانينا. ده في ناس بايعوا يا راجل. ده لا لا. ده فيه مطلعين واحد يشتم العبد الله يقول لك لقد رأيت رسول الله يقول على الواد البورس حلوان الواد اسمه ايه برا خطة انه المهدي. نعم ما صانعي mà شاء الله على البيع يا ايه اه يعلم أي يدأ يقول الشيخ. المهدي رايح يزرع شعر ويقتل البنت كان عايز يغتصيبها خباحك ولو يجيلي مع الود بتاع اسكندرية العالم دي يعني ما هو بوسة فاندم لو كان عرفه العبد لله صح ما كانوش جرقه بس احيان من الخداع انك تسيب اللي قدامك يهبل عشان يظهر اكتر يعني وإساءة الأدب بعدها وشراء الميديا وتصليط براس كأن الكلام ده يهزني يعني الابضع عليهم كلهم جاي جاي حتما يقول الشيخ الاكبر ابن عربي رضي الله عنه اعلم ايدك الله هو خد دي بقى من كتب محي الدين ابن عربي اعلم ايدك الله اخي الحبيب الكريم اللطيفة بدمة خفيف تعالى نضحك عليك شوية ايو اكمل بقى وفي اه حجر العلم مقامه قائمة اركانه. ايوة. يشاهد ويدفر. طب مش الاول يعرفنا هو بتكلم عن مين? ولا بتكلم عن شاهينه. اقايدك الله بقى انت يعرف بنفسك انا ما مش مش لازم اقول لك كل حاجة عنه. هو ده ما تربط باللي قبله طبعا. مفروض يعني. على اساس كل يوم بيبيض ما زي عيل زمان يطلع يقول لك يا جماعة اللي عنده نص يبعاته حلوة عنده ده على اساس بيبيضه. اه وكان فعلا يعني دخل اه الاسمه شاهينولا لطلال اه الزهير اللي فضح حكابتن سيد. اه. يقول له اقول كمان يا حج اه طلال ابعتلي وانه بالنص ده عشان انا ما شفتوش او عشان انا عايز اشوفه. اه. وتطلع صحيفة طلعوها كده طبعا انا بس. اه. يعني عفوة نقابة الصحفيين على رأيه السيدة بريمة وكيلة حبيبي. الامور فيها محتاجة مراجعة كبيرة. يعني فيه صحف تم تكويدها. تمام يعني اجيزت. اه يعني. فيه 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 في الف علامة الاستفام وراها يعني. اه. يعني المصري اليوم برغم اختلافي مع اتجاه او اتجاهات فيها. لكن على الال تقرأ يعني. فيها فيها اه. انما فيه صحيفة. يعني. حتى اسمها يعني. هي نفسها كده بالوانها ببتاع بالهبل اللي بتنشره. القذرات دي. على اساس يبيعه وما بيبيعش. دليل ان فيه حد بيدفع. اكي. اه. في حجر العلم مقامه قائمة اركانه يشاهد ويدبر. ايوه. وهو ليس بمتكبر. طب ايه علاقة يدبر بمتكبر. يعني انهي بلاغة فيها يعني. يا مفروض يعني. بينزل بالكورسي. لا وانا بدبر. مم. ملايش علاقة بالتكبر. مفروض لها علاقة بالعلم. اكيد. وصفات العلم. وصفات الحكمة الانيقة. مم. وصفات التألق والمدد من السمائلية. ملايش علاقة ولا هو اني سجع الحاجة. اه. ماشي. اه ليس بمتكبر استغنى بما اعطاه الله. فزهد في السلطة والسلطان. طب ازاي بقى بيدبر في الامور السلطان والسلطة وهو زاهد فيهم. ده اجبر عليه. هو. هو. نسكنه المطوى. اه. انت الماء حنتباحك. حتى يتولى الكاشف ابن خليل. ايوه. 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 بقى غني يا حي. بسه بقى. على اساس بقى ايه. جاه فلان ابن خليل. نا. وحا. خليل من المنظومة بتاعت الاسم. اه. وخلوه الكاشف كمان. على اساس مكشوف عنه الحجاب. اه. وكان بيترقي. ما شاء الله. ما شاء الله. حتى يتولى الكاشف ابن خليل. وتكسر له الرؤى دون تأويل. ازاي ده الناس بتأول. لا ما بيقولوه. ده. وهو بيأول. وففهمناها سليمان. يبقى ازاي. يبقى الكلام النصي كده مش مظبوط. يبقى ابن عربي هنا كان بيجزب. او جاهل. او ما يعرفش. او الحيوان اللي عمل ده. ما يعرفش حاجة عن حاجة. ما اقول لك. الخنزير ابن الخنزير اللي عمل الهبل ده. تمام. والقائد ما. هو الخنزير بيأكل ايه. نا. بيأكل له الوسخات. طبيعية هي التجوزخات يعني. اه. فيسأل حاشيته. المقربون. طب المقربون تترفع ليه. يسأله. مااشي فعل مضارع. اه. معرفوع. هو فعل ضمير مستطر تقديره. هو حاشيته. حاشية. مفعول به منصوب بالفتحة. والها ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. والمقربين صفة. واخر بقى لحضرتك المفروض ان الصفة تتبع الموصوف في كل الاعراب وفي الشكل وفي الافراد والتتنية والجامع والاعراب. كده محل دين ابن عربي بقى اسمح لي بقى. كده صفر من عشر اه. شيخ الاسلام محل دين الله. ده هو بيقوله ابن العربي. ما اما بيخلطه بين ابن العربي اللي هو القاضي اللي كتب العواصم القاسم وكلام ربنا اعتقد ان شاء الله هيكون عارف حقيقة التدليس على الامة عشان برضو يخلي الصحابة عدوش. يعني سيدنا رضي الله عنه قتل سيدنا رضي الله عنه. مفيش حق ومفيش باطل. هم الاتنين على حق. حتى ما احنا قلنا يعني ما هو يعني عيال بتقولك انه هم حاطين الماكرونة ومن نسل المهلبية على الملوخية ومعمول عليها بامية وبيتحط عليها فتة بس من غير تقلية. وشوين عليها لحمة وحاطينها وكل ده حضرتك وبيحطوا عليه شوات سكر مع شوية ملح. وبعدين تجيب دهليلة زي حبيبي فتوطة تروح مدهللها فوق الحاجات دي كلها. حتلاقي نفسك تلعت من صبت لاوي. وعلى صبت ابو بكر. وعلى صبت عمر. وعلى صبت وعلى. حسني حسين. سيدنا الحسن والحسين البريقان العظيمان من السفهات والسفهات هؤلاء. فخبر حضرتك وتلاقي نفسك بقى تلعت بقى ايه? هندلس. اقول ليقة ادهوالك ا mec لديما تجيب صينية دهلالة ايه? وتحط عليها مدهولة ايه؟ خمس دهليل تفقه من هنا على ست دهليل من هنا. ايه؟ خد المدهولة عند دهلالة ايه؟ روع عند الدهالة هاد دهليلا بيرة ايه? واحتها في المدهولة. ايه? على ست دهليل بيد وتاييسهم من هنا ايه? ايه؟ وخط المدهولة وداولها افضل دهول دهول فيها اتدهولت شيلها وديها للدهول بالليل لا زهيبة بقى لا هيطلع حندلس هو الزهيبة التاني زهيبة بيبقى حندلس بالليل زهيبة الحندلس يعني بالنهار يعني بيبقى حران كوفة كل حبازم والله اعلم كلها كده يعني شبه الحبازم اه يعني الحبازم ده طائر خيالي بيطير من العصر للمغرب بس عارف لو المغرب دخل عليه تمام ريشه يقع ويروح وقع ولما بيقع على الارب يقع مشوي ازاي ما تعرفش فهم دول كده والكشف بن خليل كده برضه وهو بيقول بقى ان يعني اخر يعني اخر شيء برضه اه 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 فيسأل حاشية المقربون ولكن هو هو انا بقول اللي هو التدقيل اللي هو كذب انا مريد دعوه عشان كده الله يرحمك لغة عربية وفصحة فيسأل حاشية وانا هقول اللي هو ايه المقربون ولكنهم للزينة يركنون يركنون يعني اه بيحبوا الزينة ويحطوا النياشين والبتال فيعلن في البلد المحروسة ان حزوضه معكوسة ليه الله مش الكاشف وابن خليل ووريس يعني بص حولك تعارف ايام زمانة ايام السادات الله يرحمه تعرف كان دايما ما يجي يتكلم كان ليه لازمة يعني يقولك مثلا ولقد قررت انني لن اتهاون ولن اتوانى عن العبور واسترداد سيناء وهذا العام اعدكم سيكونوا عامل حسن فبيقولك واحد خلف طفل الواد وصل ثلاث سنين ما بتكلمش ورحل دا كترة قاعدوا يعالجوا فيه في الاخر ما تفتحش عليه غير بكلمة اه 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 فقال له لا نغير بقى الدكتور احنا بعد ثلاث سنين اه دا خدوا الدكتور تاني قال لهم ما شاء الله دا حيبقى ريس دا حيبقى ريس على طول بيقول اه 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 دا استبشروا حيبقى ريس ناشي فباسم الله ما شاء الله برضو دا حيبقى ريس الحندلس الحبزم دا حيبقى ريس يعلى اساس بقى الجليل ولا الخليل حيسلمها للحبزم والحبزم اه حيسلمها للاسم ايه دا يعني ما شاء الله عليهم آآآآآ إن لم ي? حزوض معكوسة ليه؟ إن لم يتولى المستحق يعني يهزوز معكوسة إن لم يتولى المستحق فهو بتحرير من الرقصة. مين المستحق فهو بتحرير? ده 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 عرب يا مرثي يعني إم لم يتولى المستحق مين بقى مستحق بقى? اسراءي؟ ال� Routeatu Oláですね اللي بيطيره بيطلع لنا ملحطان اه وحك اه وادضربنا اه ده انا وفلان وفلان وطلع لنا من الحيط وحتى السيس اتضرب منه وبلغني كده صحح طب كويس والله ده ده ايه ده ما شاء الله واحنا مش داريانين تصور فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا التحريره من الرق. مين فهو التحريره من الرق. يعني هو التحرير من الرق ده الوطن ولا هو الحبازم ده. طيب يعني انا بص حاك. انا بقرأ لموحي الدين ابن عربي. من وانا اتناشر سنة. ومع علماء ومع اخوالي ومع اساس ذاتي. كل ما بفهموش برجع فيه. تصور. والله العظيم ده وانا صبيب ايه تقول. هذا الرجل مستحيل يكون عقله ضل كنت بقرأ للسلفية مجال التوحيد بتعتهم الهجومية والمشاركة الامة كلها يعني. كل كل مجلات وكتب مصر كنت بقرأ من وانا طفل بس على علماء. فالكلام ده يعني ايه علاقة موحي الدين ابن العربي بيه. ليه الكذبة على ولد ايه. انا مش هتهم السلفية هنا لانا لو السلفان جاي. عبقرة. عبقرة وارادوا اللي سأل موحي الدين ابن العربي عن عمد ودفعوا مش هيوصلوا للهزل ده. تصور ببراءهم من دي. كاي السلفية براء من براء من الكفريات دي. نعم. براء من فيهم اللي بيكفر موحي الدين ابن العربي وهو بريء طبعا. فحسبونا الله. نعم. انما ده ده هراء خنزير. ان لم يتولى المستحق فهو التحرير من الرق عندما يتحدس الناس في رجب ويكون حضور العجب. طب هو الناس ما بتتكلمش طول السنة غير في رجب. مم. يعني ليه موقفتكش يا السلف برغو. ماهه. هل حضرتك بتفضل طول السنة ساكت لغاية ما يدخل. بصحو معنى الكلام. اه. صدق ممكن. اه. ده على اساس شعوب الارض كلها ولا شعوب الاسلامية ولا الامة العربية ولا مصر. يعني نعرف العبقرية والاستراتيجيات العظيمة المزروعة في هذا العلم اللدني. العلم اللدني ها. اه. بس انت حك نهيل الموضوع معلش بس عشان انا افو يكون حضور العجب. طيب يعني. فيخرج من يدعو من يدعو الاستحقاق. ويكون اه احنا وقفنا عند ايه? حقيقة كنت بتتكلم. معرفة اصرار الاشراك. لا الاول اه. الاول فيخرج من يدعونا الاستحقاق. اه. طب يدعو ليه? اتنصبت ليه? يعني ما فيش مسلا ما جاتش لان. اه. ان. الناصبة للفعل المضارب. ما فيش حاجة من دي. بمعرفة اصرار الاشراك. اشراك ايه? فتظهر نفس الولي. ايوة تظهر ازاي يعني? بلا اه راهبة ولا مشيئة. اه فتظهر نفس الولي المستحق بلا راهبة ولا مشيئة. درجة رغاية من كلب اه. عفوا يعني. والله العظيم والله العظيم من الكلب. انا باعتذر من الكلاب. من ربي الكلاب. والله العظيم. اطهر من الرجس ده. ده رجس. فعلا رجس من عمل الشيطان. هل في شيطان بشري صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الناس. ملك الناس. اله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسواس خناس. مجرم. و هتلا هربان. والوساخات دي اللي بترضى الكلام ده هتهرى و هتتجاب. واللي رعاهم هيتجاب. ولها لحظة. لان دي سفالة. ورجس من عمل الشيطان. وتخلف عقلي. واساءة لسيدنا النبي وقال البيت. والعارفين بالله سبحانه وتعالى. ده الخاتم. في حاجة تاني ولا? هم طبعا بيبيضوا الحاجات دي كل يومين تلاتة. ولو مش السيسي وجاء مثلا اه اه مثلا اه جابوا مين مثلا. اي حد قول اي اسم يعني. اي اسم. اي اسم. اي اسم. اي اسم. اي اسم ده لو ملك. اول ما يشوفه يشوفه باسم ابو وامو. ويقول لك وقال محيدن ابن عربي. اه لم ايدك الله. الهبلون في الهبلانة. خبر حضرتك. والهبلانة دي اخت فهد البلانة. الحلزونا يم. والحلزونا. يم. يم. وي ragazov. مع المحبة والاعتظار ال både استاذ عاجي اللي. الحلزونا يم الحلزونا. الحلزونا ي ему الحلزونا. خبيني يم. يحلزونا. الحلزونا فنطحرت. قالت تعبانا تعبانا تعبانا. والحلزوناة. قططط عربية في مدال التحرير. مدال التحرير. طب يعد الشارع. كان بيعد الشارع. وباصي سيمين. كان سنونوا واقف في نونوا. سنونوا بنونوا هناك. عصري مدان كان فيه زحمة كمان. انسان غلبان خارج من شغله تعبان. ما كله فوق بعضه. كله فوق بعضه. وديها يا انسان. درام كارهية. يا ربنا يا مريف. حضرتك يا دكتور بنشكر حضرتك على توفتك معنا. بإذن الله دي اخر يعني يعني مش اخر اوي بس يعني من اه. شكلك متوجس ان يبيضوا حاجة تانية يعني. اه 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 لها نهاية طبعا. ان مصر مش هتعيش في هزا الهزل على طول. اكيد بإذن الله اه. وربنا ينتقم اللي قعدوا على كراسي ورعوا هذا. اه. ودعموه. وسبوه. مه. وبل وقدموه. لتشويش الناس والمغفلين والجهلاء والعبس. وبرضه حسب يا الله ونعم الوكيل في من يدعون علماء وشايفين الهزل ده. وسكتين اسسني شيخ احمد كريمة. وبعض من قدموا العلم للأمة. وفعلا اتهموهم في دينهم. بل وفي اصولهم الوطنية. وانه هم رعاة لعملاء او هم عملاء لرعاة خونا لمصر. وخونا لله وخونا لرسوله وخونا للأمة. وده الواقع زيد افصح عن نفسه. في حاجة تانية غير الزهيبي واللوكيعي والهبلوني واللي اسمه ايه بالاكراه. ودبدوب الارض والخلطة المهلبية على البتاع ده. الملوخية. واللي هي صلى يعني يعني عيب 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 وحرام. وانتفضي يا مصر. انتفضي. انتفضي يا مصر. اهلا بك اسسي. ونشكر حضراتكم على تواجدكم معنا. وإلى دياني يوم الدينة نمضي. وعند الله تجتمع الخصوم. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.